شو بتشوفي؟ وين تلبست فستان لأول مرة؟ جربت تبايد لونك؟ توقعتي إنها تنقفل؟ غضبان على أهلك؟ كنت بتتبرع من الأعضاء ليهودي؟ كل هالأسئلية راح تسمعوها إذا شفتوا وطبعتوا برنامج بلا مؤخذي اللي بتعدوا ابتسام مراعني اللي بتسأل أسئلي صعبة وإحنا راح نحاول نفهم منها أكتر عن هالبرنامج الناجح اللي بلش عرضه عبر قناة مكان مرحبا ابتسام تحياتي شادي كيف عليك؟ الحمد لله تمام أعطيك العافية على الشغل الحلوة والإشي إذا نحكي للمستمعين اللي مش فهمينين عليه لما بعد ما حضروا الحلقة بلا مؤخذي شو مضمون هالحلقات؟ المسلسل بلا مؤخذي معد من 12 حلقة نعم كل حلقة عمليانة بتتعامل مع مجموعة معينة جوات المجتمع العربي من ضمن الحلقات اللي في عنا ثلاث اللي صاروا مبصصين على والتلفزيون كان عنا أول حلقة ثمر البشرة الحلقة الثانية كانت عائلات المغدورات اللي بيحكوا عن بناتين اللي انقتلوا والحلقة الثالثة هي المسلية الجنسية نعم ابتسام فيه طبعا كتير برامج من هالنوعية بس بمجتمعنا ممكن أول مرة منشوف هالصراحة ممكن أو هالتناول الجريء والأسئلة الجريئة مظبوط؟ نعم يعني هذا أحد التحدي تبع هذا المسلسل هذا المسلسل اللي فيش فيه تغلفوا دوران وفيش فيه وإضغط الأشياء والأشياء ما تنحكيش يعني أنت بتسأل الأسئلة اللي أنت أحيانا بتكون مستحي مثلا تسأل إنساني اللي هي سمراء اللون تقول لها طب أنت يعني مرتاحة مع لونك أو ممكن تسأل إنساني اللي هي ذوي الإعاقة البصرية ممكن تسألها طب أنت شو بتشوفي في عنا أحيانا نحب بإستطلاع كبير لما نشوف إنسان عنده إعاقة بصرية أو صبية وبتعرفش بالضبط لأنه مش كلهم بشوفوا عتمي هذا إشي مغلوط يعني البرنامج بحاول إنه أول إشي يعطي اكتفاء لحب الإستطلاع طبعا كثير ناس نعم ببسط الأمور أكتر بس أكيد في عندك أجندا معين أنت حابة ممكن تغيري وجهة نظر العالم أو تورجي صورة ممكن ما منشوفها إحنا بشكل عام بالإعلام ولا لا فيش شك بالموضوع أنا إنساني اللي أول إشي بهمني الناس اللي ما بنحكي عنها إنه يحكوا عنها الناس اللي إحنا بنحو فاش بشكل عام مفروض النّاس تشوفها ونّاس اللي بتس الناس... هاش تسمع صوتها مفروض إنه إحنا نبلش نسمع صوت الآخرين الناس المهمّشين الناس اللي عنا طابو نحكي عنن عن هوياتهن عن جنسياتهن عن إعاقدهن عن اختياراتهن فأنا من إن... أنا... كمان شادي اللي بحب أقوله أنا بفكر إنه مجتمعنا العربي بمحل كتير جاهز ومتعطش للتغيير وقبل التغيير إنه تنحط له مراي لنفسه يشوف نفسه من هو بتوقع أحيان عايشين بواقع اللي كمان جواد دولة إسرائيل اللي الأجندة تبع تفرق اللي كلنا مستفكين والصمر لحال والإسلام لحال والدروس لحال والديانات متفككي وهدولة بحكوش كتير مع هدول وهدولة بفكروا غير شكل عن هدول وحط كمان قضية الجندرية النساء والرجال كان كتير أشياء بمجتمعنا العربي اللي الظاهر ما تعملناش معاها ككل من خلال متابعة شفت إنه في كتير كمان أراء حلوة بس في كمان كتير هجوم كان متوقع لإليك على بعض الحلقات الحلقة اللي توقعت يكون عليها هجوم كبير هي المسلية الجنسية أنا مع النقد أنا مع إنه الناس تبدي رايها وأنا كثير سعيد إنه الناس بتبدي رايها أنا ما بدي الناس تكتب للأشياء اللي أنا بحب أسمعها واو بتسعم شكرا وإشي كتير مثير وحلو لا أنا بدي أسمع كمان الناس مجرد إن هالناس بتكتب هذا بقول إنه الناس بتشوف أو بتقرأ بس معظم التعليقات بتكون أو مسبات أو إهانة هالأشخاص اللي ظهروا معاك في البرنامج هل إني كمان مستعدين لأنه هيك يكونوا مكشوفين على الناس والناس بتحكي إيش بدها عليهم يعني حضرتيهن قبل المشاركات والمشاركين أنا معظم التواصل دائم أنا دعميتهم وأنا إنسان اللي بقعد على الفيسبوك وعلى كل المحلات اللي فيها بين عرض الفيلم وبكون تجاوب وتعقبات أنا بعقب وبلاقي كمان كثير ناس اللي بتعقب معاي أنا على فكرة لجانب الأشياء اللي هي مسبات في كلام كتير رائع اللي بين حكا اللي ما كمش مسموع وأنا بشوف هاي الأشياء ما بتطلع حدا بسيبني ببهدلني ببهدل هاي أمور مش مهمة بتقولي الأهم إنه مهمة بس مش هاي اللي بتخليني مش الأهم صحيح طب ابتسام هاي المواضيع اللي أنت بتحكي عنها في البرنامج سبق وتنولتها بأكتر من فيلم من أفلامك فيه إشياء تغيرت يعني أنت من زمان بتقدمي أفلام وثاقية طبعا بتحكي عن مجتمعنا فيه تغيير بالمجتمع أنت شايفي لأنه هالمواضيع كمان عدت وتنولتها ببلا مؤخذي أول إشي أنا خمستاشر سنة بهذا الحقل لنذكر ابتسام الناس أي أفلام عملتي بذكر أنا آخر واحد سجل أنا عربي الفردوس المفقود بتذكر من أول أفلامك وطالب الثلاثة لدي كل العرب فيه كتير أفلام مهمة نعم نعم يعني أنا بالنسبة لأيلي أشوف أنه من خمستاشر سنة أول ما بلاشت مصاري الفني والاجتماعي والسياسي لأنه الأفلام الوطاقية مش بس عمل فني يعني الاجتماعي السياسي كان كتير سعب للمجتمع يعني شو هذا اللي قعب بصير من أنت شو اللي عم تعملي اللي بتنشر الغسيل برة اتهمك بها الاتهام آه طبعا أنا إنساني بالنسبة لأيلي اللي إيش بنشر الغسيل آه كل إشي كل حياتي الشخصية بنتقدوني فيه بريت الشخصية صورة إشي اللي هو مش كتير مقبول على كتير ناس نعم بسي بهاده بسيرورة الإمرأة بالذات العربية الفلسطينية في الداخل حسب رأي فيه صعوبة إنها تكون آه ناجحة والناس تعطيها هذا المحل بس أنا وضبط على شغلي لإني بحبه بحترمه بقدره اليوم بعد مسلسل بلا مؤاخذي لاحظت إنه مجتمعنا العربي رهيب وجميل وقادر إنه يحتوي مع كل الصعوبات بس فيه تغيير كتير كبير عم بصير بمجتمعنا فيه وعي اللي عم ملفوظ فيه جيل جديد واعي أكتر فكري حاولين كتير قضايا بطيء بس من إحنو عم بصير عم بصير مش متأخر نعم طب ابتسام إحنا شو ما تلات حلقات شو بعد بينظرنا أكيد الحلقات صرت مسوريتها آه كله مسكر آه لا إسا بعد هالناس عم بتتسل فيه بتقولي ابتسام شو رايكت خوتيني على البرنامج تبع عائلة المغضورات برك الموسم الجاي وليلين في عنا الحلقة هذا الأسبوع ذو الإعاقة البصرية في عنا حلقة المطلقات آه في عنا حلقة تبرع بالأعداء نعم متبرعات ومتبرعين حيلا في عنا حلقة شجناء مصرحين آه العزوبية أحلقش بالعالم حيلا الأسف في عنا الاعاقة السماعية. اذا هو الاعاقة السماعية. وفي عنا كمان عاملات اجتماعيات. مواضيع مواضيع. كتير مواضيع مواضيع. مواضيع مهمة. طب ابتسام احنا من الالفان واربعة عشر شفنا اخر فيلم لالك وحصل على كتير جوائس وحتفلوا فيه واحتفوا فيه باكتر من مهرجان. اه وين انت مع السينما? انا بالسينما. اه. وين الاعمال? اه بعد سجل انا عربي انا كنت المنتجة تبع فيلم ورائك لارانا ابو صريحة. من الافلام الحلوة. صحيح. كتير حلو. كتير ناجح. وكتير جميل. اه انا مكملة بمساري. بس اليوم بجوز بالاخص بعد ولادة بنتي صوفية. صار اكتر لينة بمخي وبحسيسة وبمشاعة. اغيرتك? بطلت حادي? لا انا كتير حادي. بعدك. بعدك طبعا متنازلي عن هادي. هيك لازم. بس في عندي نوعا ما اكتر ليوني انا اطلع على اشياء ثانية. وانه الامور ممكن تمشي شوي شوي اكتر. نعم. صحيح. ابتسام ما راح نعم بسطنا في في الشغل اللي عملتيه وبالحديث معاك. طبعا بتحب تقولي كلمة المستمعين قبل ما نخدم هاللقاء? اه بحب انا احكي لك كتير زي اللي تعالي شار بالمهق اللي كتبوه عنك بالجزيري. صحيح. هذا واو يعني بيدل على انه قديش العالم العربي بعد ومش فاهم اه. في تشويه للأسف للأسف في التشويه لكل الفنانين او اللي بيشتغلوا بالمجال الفني من عنا. مضبوط وكمان عم بعطلوا علينا لانه احنا كمجتمع صغير فينا كتير مبديعات ومبدعين. اذا العالم العربي ما احبضا الابداع اللي عنا ايش بدي ايش بدي يصير يعني. صحيح. ايجا الوقت للتغيير? انه يغيروا هني افكاري. نعم. نعم. فكان عمل غير لائق. شكرا امتسام. شكرا. شكرا. شكرا لاليك وراح نتابع هيك من النسبة هماطع مع المستمعين ويتابعوا البرنامج اكيد على قناة مكان وعلى الفيسبوك وعلى كان فهمت كمان بالعبرة عمي نزاع. صح؟ بحطوه باليوتيوب مصبوط. باليوتيوب حلو. بالنجاح بتسمراني وإلى اللقاء. شكرا الى اللقاء. باي باي. باي. اكم سيني كنت بالخزاني؟ اكم سيني كنت بالخزاني؟ الخزاني ولا بالجرور. مش كتير سنين كنت بالخزاني. من البويضة لحت 16 سنين. ولا بالخزاني. بجيل 15. اختي اصغر مني بسنتين يعني كان هي عمرة 13. كنا عاديا عالبالكون. وبتذكر انو طلعت عليها ويقول لها حنان بدي اقول لك اشي. مش قادرة اكتر اعادة بطولي ايش فيه. بقولها بس خايف ومش خايف ومتردد وبعرف اشي. حنان طلعت علي ورأتلي ايش خدر انت هومو. بطولها. اه. صرت تضحك. تقول لي بعرف. كنت اعرف كل وقت. خزاني. ولا سني. ما كانش في قصة بدنا نوقف وبدنا نحكي على اشي. كل حياة كانت معشة وسلسة. بالنسبة للعالم البرة انا عمري ما خبت هويتي جنسية وكوني مثلي.